السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي كيدايرين لبس عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد الفيديو بصحة جيدة و باحسن الاحوال تمنى ان شاء الله هنا الاعجابكم وقبل ما نبدأ ونصلوا على نبيه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كما كتشوفوا معايا هادو هما المقادر ان شاء الله وكما كتشوفوهم بصاتة بزاف نبدأ وعلى بركتي الله هنحتاجه لك كاس انتاء الماء كاس انتاء السيد كاس انتاء السكر قليل من جنجلان مغسول ومحمر قياس ملعقة من نافع وجنجلان بلا ما نحمروهم واحد نصلي ماء محكوكا او البكين باودر احساب سبعة اثمين كرامات انا انا غادي نعجن معاكم بالعجانة اختارت هاد الكروشي اللي داي علشك الايد باش ما يدلكليناش لعجينة بساف هي كي يخلطها وكن اضع جميع المقادر اللي عندي في ذاك العجان كما كتشوفو غادي نضع كل شي القوام اللي عندي هنا البنات انا يا بغيت كيمية صغيرة ذاك شي لاش در كاس 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 واللي بغى يدير كيمية كبيرة ما عليه يدو بلي غير المقادر شنو هي خاصنا نعبرو بنفس العبار عبرتنا بزلافة ولا بكاس خاص بنفس العبار هنا يا كي ما قلت لكم جميع المقادر درتو في العجان فقط البكين باودر نخليوها تنضيفوها ما هي والفارينا في مرة وكن شغل العجان ديالي على حساب 3 دقائق انتع تخلط باش هكا كيتخلط ان هاداك السكر والموز زيت وذاك السكر يدوب مزيان حنا يا البنات انا يا خدمت العجان ولا كنت العجينة بليد كاتجي سهلة يعني ماشي شي عجينة اللي غادي تلكي ولا يعني بتبلع عجينة بليد كي يجي سهل انا يا درت الخلاط شوية كتعيانا داك شي عجينة هنا البنات بعد ما تخلط ليدك الخالط غادي نزيد الفارينا ديالي هنا الفارينا البنات حسب الخالط يعني عينك دائما تخد بي بعينك ميزانك تبقى يزيد الفارينا بالطرف بالطرف حتى تحصل على العجينة لاجينة نخصها تكون رطبة هنا خديت كما قلت لكم النصف او 8 قرامات ما بين 8 إلى 7 قرامات البيكين باودر نضفتها على الفارينا وكان نضيفه ديك الفارينا على الخالط هنا البنات من الاحسن الفارينا تتغربل هي البيكين باودر حقاش مع هاد البرد البيكين باودر كي يدير بحلح وبيبات من الاحسن حتى هو يتغربل مع ديك الفارينا وكان خلوها تخلط ونبقى ونشوفو مرة مرة إلخصنا الفارينا نزيدو كي ما غادي تشوفو معايا أنا مازال أنا مازال خاصني الفارينا غادي نزيد الفارينا لأن الفارينا كان بعد المرات تخرجنا الفارينا كاتشرب بزاف بعد المرات ما كاتشربش هذا كشي لاش الانسان يدي الفارينا بالقياس بالطرف بالطرف حتى تحصل على العجينة اللي كي بغيها صدقوني هاد الكاك كي يجي رائع ومن هاد المنبار كنشكر خواتي المسفيويات على هاد الكاك وكتشكر هم بالساف لأن الكاك دياله وما فقط أنا يا غدا كي ما قد لكم درتوب لمسة وجدية هنا العجينة ديالي حضرت كي ما كتشوفو جات العجينة طبعا ما شاء الله عليها نتمنى البنات تتصربوها راح ساهل مع هل يعني ماشي ولي ما عندهاش كي ما بتلكم لعم العجانة ماشي مشكل دي راح تبيد طرح في الساعة كي تعجن وماتش كيمية كبيرة باش ما تحصلش كي ما أنا كان دير كيمية صغيرة أولا ومبعد نزيد يعني كي إنسان حسن ما يدير كيمية كبيرة وكي يقنط من كي بقي يخدم فيها هنا البنات عندي ازهار راني لقيت تقالي هاد شوية عجين حيث تقطع لي حيث كان واقف تصور ونصح هاد لي كان صور هنا غادي ندير معاكم بقاتل هاد العجينة باش كملت معاكم كان دير حنا هاد العجين على حكل حربول وكان نقطح طريفات مقدين باش يجيونا الحبيبات هاد الكيك ديالنا مقدين وغادي نديرو واحد حربول بحلاكة حرابل او اعميدة كيم ما كتشوفو كان بقاو نطورو فيهم بليد باش يجيونا متساويين على هاد القياس كيم ما كتشوفو وكان قطعو دوك الجنبة اللي منا على طريقة هكا كيم ما كتشوفو كان ينوريكو هكا بلموس ما عارس كي ما قولكم وكان اخدو هادك النقاش اللي غا نقش به الكيك كنديروه في الفارينة وكان قاو نقشو هنا ضروري البنات ما تديرو ذاك النقاش في الفارينة وخد ديرو احتجو جمرات في 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 خد ديرو احتجو جمرات ماشي مشكيل لك باش ما هكا كما يلتقناش العجينة في النقاش كيم ما كتشوفو انا ندير توحدات ماشاء الله جات ماشاء الله وغادي نزيد معكم حتى نكمل هاد العجينة ان شاء الله لبنات لاجبكم هاد الفيديو ما تنسونيش دائما كي ما كنقول لكم وشكرا لكم كاملين على هاداك التعليق الزينة اللي كان قراها وكان تخلي فرحة من كان قراها وحنا كي ما كتشوفو راني كان دير معاكم جامعة باش شوفو حاولت باش نصور لكم يعني الطريقة باش نقش ولكن والله ما 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 لقيتش حي تراني اندي خدم فوق البوتاجي البوتاجي شوية يعني واسع شنو هي ما ما قدت كيندي لطريقة باش ما زال مراني عاد نتعلم كيندي باش نصور باش نبقى بروفيسيونير راني عاد مبتادية هالي يلشتوب تاريل كي يجي من كي ترشل كيتنقش نقص وكان باللعوب ديك الطريقة كي ما شفتو كي يجي ما شاء الله علي انت مننا البنات تتربوه التال مقادر ديالو كي ما شفتو يعني ما فيش شي مقادر معاقضة اللي غادي تت مقادر سهل لو طريقة ديالو يعني سهلها باش تتعجن كامل تجي تري كامل القوام في القصعة ولا اللي غا تتعجني فيها على ما تخلط داك القوط تبقى تزيدي الفارينة بشوية بشوية هاي العجينة يعني حاضرة يعني ما فيش شي تعقيدات ومع انه كي يجي لديد وكي يجي مقرر ماشو كي يجي ما شاء الله كي يجي ما شاء الله صدقوني ذا ما كي يجي روعة وكي نبقى على هات الطريقات تنكملو جميل حبيبات تال كيك ديالنا هادي هي الحبة وقيلة اني تالي معاكم وهنا يا البنات غا ناخدو هات الحبات نتعي اللوزق غسلته من قيتهم مزيان وشوية نتعي الماء انا حاول نغطس السبع ديالي فقط في الماء ونفوت على هاتيك القفلة اللي درنا نتعي ذاك الحبات نتعي الكاك كي ما كتشوفو الماء هنا غادي يساعد حتى لحتى ذاك القفلة تتبت مزيان ويساعدنا على باش نتبتو ذاك اللوزات اللي عندنا مزيان فاو ما كي تيروش هنا البنات اللوز اختياري انا يا قلت ندير باش نعطي واحد واحد الجمالية للكاك ديالي ولكن اللي ما عندهاش اللوز مش مشكل يعني هادا اختياري تقدر تخلي اللوز الكعبات كي ما قولوا الحبات ديال الحبات ديال الكاك ديال هاغي هاكاك ولا اي حاجة بغا تزوق بهذا سوء وقا ندرت هنا يا حبات نتعي اللوز ولكن هاديرها اختيارية ماش يعني اجبارية وكنتقاو على هكا حتى نكملو اه جاميع الحبات نتعي اللي عندنا وهنا يا لبنات هنكملتو كامل تباك الله جا ما شاء الله وغادي نديروه في الفران هنا هنا يا اندي فران القاز كنديروه الفوق حتى يشد راسو ويتحمر الناق وردوه لتحت نحمروه وحنا يا واقفين مع الفران ديالنار فران كي يكون النار قليلة كي ما قلت لكم انا انا اخاف اسبانيا دورت عليه ودورت على فران القاز وشريته لانها كي يجي رائع في الفران القاز وهذه هي النتيجة انها ايها البنات واللي اعجبكم الفيديو ما تنساونيش كما العادة بجاموكم وانتار زوين وكي ما قلت لكم جربوه وحاولت هنا ينبيلكم باللي ان الوزرها ما كتطيرش كتبقى وهذه هي النتيجة وما بقى لي ما نقول لكم غلة تبقى وعلى خير وشكرا شكرا شكرا بالزفع للمشاهدة وانكم بقيتوا معايا حتى الاخر الفيديو ونقول لكم انهاركم زين وايامكم كاملين زينين ومزيانين وإلى الليقاء الفيديو قادم وشكرا لكم بزيف وإلى الليقاء